ولا مرة سألت حالي لأنا هيك ليه؟ لأنه هيدا الشي ما نوعاجز قدامي هاي واضح أنا زينب عمري 28 سنة من لبنان بشتغلي بشركة ستاتستيك للدعايات لثمان سنين أنا خلقت إيدي هيك وبيجري اليمين حتى بروتاز إجر إصطناعية وعيد أنا هيك تقبلت حالي مثل ما أنا ولقات حالي مني لوحدة أني عم بلبس عم باكل عم بعم خط ميك أب عم بعمل أي شيء لوحدة فوتونا أكيد على مدرسة من أنا وصغيرة كن عمي بعتقد كن أربع سنين وأطفت على مدرسة وأنا على واحدة شلت الألم ولونت بالتلوين بالإدتاني يعني ما حدا لا أساعدني أو ما جمولي حدا لا حتى يساعدني وهيك كفت يعني وتعلمت وقدرت إنجح درست وصلت أنا للترمينال وما قدرت كفى بسبب الظروف المادية فقدمت على مؤسسة بالساعدة الإحتياجات الخاصة وهني لأولي شغل اللي عم بشترله أنا هلا وأكيد يعني أول ما قدمت على الشغل كنت عتلاني هام لأنه كنت أول مرة بشترله وبعدني فيه له هلا يعني بس إنه هيك ستاب باي ستاب والإتكال على الله أهم شي لحتى وصلت لهون أكتر شي الصعوبات اللي بعنيها هو البلد أكتر شي اللي عايشين فيه إنه ما في حقوق للإحتياجات الخاصة لح تقدر تطور حالي أكتر ووصل للي أنا بديه فبحب أنا حلمي يكون فيس موديل بس إنه أكيد الواحد دايما بدي يشكر الله عكل نعمة عطيها ويحب حاله وأنا بحب حاله وماني مستحية بحالي لأنه بقدر اتكل ع حالي واعتمد ع حالي بدون مساعدة أحدا أكيد دعم أهلي بالحياة بيلعب دور لأنه أهلي بيوصلوني لهون وحببوني بنفسي أكتر كان فيهم يستحوا فيي ويحطوني مثلا يخبوني بالقوضة فأكيد هذا الشيح كان هيدمرني وحيقلل من شخصيتي لأ هيك عطوني الدعم وخلوني روحوا إجيه ولعالم تشوفني وتحبني أكتر وتتعرف عليك زينب مثل ما أنا إنه لأ ليه نحنا بننسلحي بولادنا هيده خلقت الله ولأ بالعكس كل ما شكرنا الله عن نامك لما الله عطينا بالمستقبل أكتر وأكتر وأكتر أهم شي دعم الأهل لأنه هو الأساسي بيوصل لنجح بالحياة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة